أستاذ مونة زوفقار أهلاً وسهلاً بحل رتك وأنا الحقيقة محتارة في البداية يعني كيف أقدمك يعني هل أنا أقدم المحامية البارعة ولا الناشطة في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة ولا يعني الخبيرة في مجال الاقتصاد والمال ماذا تفضلين؟ هو التشكيلة كلها الحقيقة هو المحامية هي عنصر أساسي في كل هذه الأنشطة يعني هي مهنة المحامية تخصصت بحكم أن أنا خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اللي إحنا اللي اتنين يعني بنفتخر بيها خلتني أختار فرع من القانون متخصص وله صبغة اقتصادية اللي هو قوانين البنوك وأنشطة التمويل المشروعات والاستحوازات والاندماجات وكل ما يتعلق بأنشطة الشركات والبورصات فكل الحاجات دي لها جانب اقتصادي لو المحامي فهمه بيصبح محامي متميز في مجال وبيبقى عنده قدرات أكبر على حل المشاكل وفهمها والتعامل معها ومع القوانين الاقتصادية كمان فهي دي الأساس الشخصية التانية هي شخصية الإنسانة المهمومة بمشاكل مجتمعها واللي حست أن دورها كمحامية أنها تدافع عن هذه القضايا بحكم المحاماة مهنة نبيلة أساسا هي في الأساس الدفاع عن يعني دايما حتى من وإحنا صغيرين بنقول المحاماة الدفاع عن المظلومين فالواحد بيفكر أنه القضية اللي بيلاقي فيها مجتمعه بيقهر فئات معينة أو بيقهر نصفه أو بيظلم في ظلم واقع على نصف المجتمع أو على الأطفال أو على أي حد بيبقى فيه دافع أنه ندافع عن هذه القضية فهي هتلاقي المحاماة هي اللي لمت كل ده عشان كده أنا دخلت كلية الحقوق بعد كلية الاقتصاد يعني لما شعرت أن هي دي ده لقيت نفسي فهي هي المحاماة الأساس